خلاص الحمد لله الحمد لله تأكدت مشاركة محمد الشناوي المباراة القادمة بإذن الله بشكل إساسي أمام منتخب موزنبيك كان فيه إصابة خفيفة كده عند الشناوي ملعبش المباراة الوديه أمام تنزانيا بس خلاص هو جاهز مية في المية وتضرب في التدريب الجماعي وجاهز وكل حاجة سليمة مية في المية نفس الأمر بالنسبة لعمر كمال عبدالواحد بس عمر كمال عبدالواحد هل هيشارك أساسي ولا لأ حتى هذه اللحظة فيتوريا بيفضل محمد هاني كأساسي في المباراة القادمة أمام موزنبيك ونفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي هو يفضل محمد حمدي عن أحمد فتوح في بداية المباراة القادمة لما بقول يفضل مش بقول إنه هو يفضل بشكل عام هو حتى هذه اللحظة شايف محمد هاني يبدأ على الجانب الأيمن في مباراة موزنبيك محمد حمدي يبدأ على الجانب الأيسر المباراة اللي بعدها ممكن يبقى الاتنين مختلفين وهكذا مش بيفضل بشكل عام يعني إنه هم أحسن أو أقل يعني طيب منتخب مصر هيلعب مع منتخب موزنبيك إيه بقى حكاية منتخب موزنبيك تعالى أوريك فرق التاريخ الكبير أوي بيننا وبين منتخب موزنبيك يمكن في مفارقة خاصة إن مشاركة موزنبيك الأخيرة في كأس الأمم كانت في 2010 يعني بالنسبة للمشاركة اللي جاي دي هتبقى الخمسة في تاريخ هذا المنتخب بس آخر مشاركة ليهم كانت في 2010 2010 داي فكرك بإيه؟ فكرك بآخر فوز لمنتخبنا بكأس الأمم الأفريقية فإن شاء الله يكون فعل خير بإذن الله يعني موزنبيك أو منتخب موزنبيك ما تخطاش أبدا أبدا دور المجموعات في كأس الأمم في كل مشاركاته السابق اللي هم أربع مشاركات ودي الخمسة ومشاركات قليلة جدا أكبر إنجاز ليهم أكبر إنجاز ليهم يعني إن هم تأهلوا نسختين متتاليتين في كأس الأمم في 96 وتمانية وتسعين 98 كسبناها و96 كنا على وشك إن احنا نكسب هم وش خير وش خير علينا يعني مطش موزنبيك على فكرة بتاع 98 ما صلعبت مع موزنبيك في 98 وحسام حسن جاب جوليل المباراة خلصت اتنين لشيء على ما تذكر الجوليل حسام حسن على ما تذكر جان طيب لستورة حسام حسن